السلام عليكم إزاي الحال معكم دكتور سارة أحمد اليوم والله أنا جاي أتكلم في موضوع هو بداية حديث في موضوع كبير موضوع مهم بالنسبة لكل البشر في كل المجتمعات وموضوع صراحة تم نقاشه ويعني قتل نقاشاً وقتل بحثاً وكتبت فيه كتب وكل الناس طلعت بآراء مختلفة فيه ولسه جاري التغيير وجاري التحديث لهذه الآراء اليوم دي يعني الحلقة دي حتكون عن العلاقات بين البشر وأنا كلامي دا زي خلاصة كده لقراءات كثيرة في هذا الأمر وفيه جزء يعتبر رأي شخصي من ملاحظات في الحياة وملاحظات في مسار يعني في شغلي ومن يعني كلامي مع ناس كتار أنا في شغلي دا بتكلم مع بشر كثيرين جداً وكل مرة كل ما تدخل في محادثة مع شخص أو مع واحد من المرضى أو كده بتضاف لك حاجات جديدة نوع جديد من الحكمة نوع جديد من المعرفة وأنا بعتقد إنه دار أشارك معاكم اللغاش دا دار أشوف رأيكم شنو في الكلام اللي أحقوله وهل بدي تفقوا معايا ولا لا ولا هل في زول عنده حاجة تاني دا رضيفة وهكذا فكذين نشوف الحكاية شنو أول حاجة كلمت علاقة لما نقول العلاقة بقصد رابط أو نوع من الكونيكشن بين شخصين أو عدد من الأشخاص أو مجموعات من البشر أو حتى علاقة بين وحدات أخرى يعني مثلا علاقة بين عمل وشركات والعلاقة بين كده يعني دي كلها بتسمى علاقات ولو نحن نظرنا إلى المجتمع المجتمع في الحقيقة هو عبارة عن أفراد بتربط بينهم علاقات دا المجتمع ببساطة يعني أفراد بجموعة من أفراد بتربط بين علاقات العلاقات دي أشكال مختلفة ممكن تكون علاقات غربة ممكن تكون علاقات عمل صداقة ممكن تكون علاقات رومانسية زواج أو غيره وهكذا فكل هذه العلاقات عندها قواعد وقوانين بتحكمة يعني مفروض مفروض هنو هذه العلاقات يكون في حاجات بتحكمة هونج كده طيب العلاقات دي في أساسيات معينة يعني خلينا نركز على العلاقات بتاعة بين الأفراد الأساسيات دي أنا في رأيي في ثلاثة منها أهم حاجة أي نوع من العلاقة سواء إن مع أصحابك مع أهلك مع شريكة حياتك أو مع شريك حياتك مع أبنائك كل هذه النوع من العلاقات بيها ثلاثة أساسيات الاحترام الأمان والثقة ثلاثة احترام أمان وثقة وهذه الثلاثة أساسيات في الحقيقة هي مرتبطة ببعض وإذا الشخص عاوز يعمل علاقات صحية مع الآخرين ويقولنا دي ممكن تكون مع أي زور مع أبنائك مع شريكة حياتك مع أصدقائك مع والدينك مع أي زور حتى في العمل حتى مع زملائك في العمل الثلاثة أساسيات دي لا غنى عنها وهي مرتبطة ببعض الثقة مرتبطة بالأمان مرتبطة بالاحترام في شكل مسلس كده ممكن تكون مسلس الزوايا هذا المسلس موجود فيها ثقة أمان احترام وترتبط ببعض في أي من علاقاتك أنت مفروض تكون عارف أنه أنت كيف توفر هذه الأساسيات لأنه لو هذه الأساسيات غير متوفرة على علاقة مضطربة غير صحية غير صحية خلينا كده نشوف مفصلة قصة دي لنشوف قصة الأمان قصد شنوانا في الأمان في العلاقة كلمة أمان التي تبعها برضو كلمة سلامة الأمان دا هو الإحساس بالاطمئنان تجاهك أو تجاهك وإذا أنت ما حاسب الإطمئنان ما ممكن يكون علاقتك بالش آخر دي علاقة صحية أنا لازم أطمئن لك لازم أحس بالأمان في وجودك أو وجودك أنا يا جماعة الكلام دا ما بوجهه للرجال بس أنا بوجهه للرجال والنساء رجاء يعني الناس تنتبه للمقتضي إذا لم أشعر بالأمان في وجودك ولوجودك وأكون مطمئنة نفسيا العلاقة البيني وبينك automatically علاقة مضطربة إذا أنا عندي إحساس أنه انت حتى أزيني بأي نوع من أنواع الأزى اقتصادي اجتماعي أزى نفسي أزى جسدي العلاقة اللي بيني وبينك مضطربة automatically طوالي يبقى الأمان حاجة أساسية أنا لازم أكون مطمئن لك عشان ندخل معك في علاقة healthy فإبقى إنت ما عليش ده النور في المكتب ده automatic يكفل لما يكون معا في حركة طيب إبقى الأمان ده ما فيه غينة عنه يعني لازم يكون موجود ده عشان كده نقول تلك حاجة أساسية عمود أساسي في العلاقات الصحية طيب الثقة كيف أنت يكون عندك علاقة صحية مع شخص وأنت ما بتثق فيه والثقة ده يعني شنوه الثقة دي يعني ثقة معناها أنت شخص أنا أول حاجة أنت شخص ملتزم ويعتمد عليك أنا ممكن أعتمد عليك reliable والحاجة التانية أنه أنت يعني طريقتك في الحياة وأسلوبك يعني معروف أنت زول consistent عند القيم بتمشيك وعارفة وملتزم بيها وكل مرة قراراتك وسلوكياتك بتعتمد على هذه القيم أنت زول عندك consistency بغض النظر عن أنه الغرارات دي شنو طريقة الحياة دي شنو أنا سي ما بعلق على أنها طريقة حياة كويسة أو كعبة أنا بغرر أنه أنت معروف بتعمل في شنو بتفكر كيف دي ال consistency أوكي وأنا عشان أعمل معك علاقة صحية لازم أكون عارفة أتوقع منك شنو يعني ما أكون قاعدة وعندي الهاجس بتاع إنه يا ربي بعمل في شنو يا ربي ما شوين يا ربي حيعرس فيني ولا لا يا ربي حيخونني ولا لا دي ما ما معقول تكون تديها تدي الناس هذا الإحساس ويكون فيه انعدام للثقة بينك وبين شريكك أو شريكتك شريكتك وتعتقد إنه هذا النوع من العلاقات ممكن يكون صحي أبدا الحاجة التالتة وأنا بفتكر إنه دي دي حاجة مهمة جدا والاحترام المتبادل الاحترام المتبادل بين أطراف العلاقة والكلام دي بالمناسبة حتى مع أطفالك كلمة متبادل بخطوة تهد خطين الاحترام ما بس من الأطفال للكبار لها من الكبار للأطفال برضو أنت قاعد إنه هذا الطفل بيتعلم يحترم الآخرين كيف منك انت أو منك انت يتعلم احترام الآخرين لمن هو ذاته يقوم محترم يبقى الاحترام المتبادل ده لكل الأشخاص اللي انت عاوسوا تخل معاهم في علاقة حتى الأطفال نحن في مجتمعاتنا بنتوقع إنه الأطفال بالشبشب كده بالجزمة يحترمونا ده ما اسمه احترام ده اسمه خايف منك بس ده ما احترام الاحترام إنه انت تعرف بقيمة الشخصة قدامك تديه قيمته مكانته أوكي و تتقبلوا بالمناسبة التقبل هو نوع من الاحترام حاجة أي شخص ماضي المفروض يعرفه إنه ما في شخص مفصل على مزاجك دي ما فيه ممكن تلقى شخص فيه حاجات كثيرة انت بتحبها وكده وبتاعه تقع في غرامه وحبه ودائره بيكون شريكك وكده وتختاره لكن ما فيش مية في المية مفصل على مزاجك في حاجات ما هتعجبك وكذلك هو الشخص الآخر ده في حاجات بكيك ما هتعجبه أو ما هتعجب يعني نحن الناس نحن البشر فينا نواقص وفينا مشاكل عملية التقبل لنواقص الآخر ومشاكل الآخر أول حاجات أنا ما بحبها في الآخر دي التقبل بدون بدون يعني حكم سلبي عليها يعني ما كل مرة تجي ماشا يقول لا انت سمينة مثلا أو كل مرة تطبخ ما بعرفش يقول لا ما بتعرفي تطبخي في حاجات يا أخي تقبلوها في الآخرين ودينوا من الاحترام والتقدير يبقى أعرف قدر شريكك وشريكتك واحترم الحاجات اللي انت ما عد باك أو انت ما عد باك وتقبلوها ذاته نوع من الاحترام إذا توفرت هذه الثلاثة أشياء انت عندك حاسب الأمان والإطمئنان في وجود شريكك انت عندك ثقة في شريكك وانت تحترم شريكك وهو يبادلك نفس الاحترام هذه الثلاثة أساسيات للعلاقات الصحية طيب هل الحاجات دي بس يجي الواحد يكتيب لي ورقة يقول والله أنا أحترمك أو أحترمك وعندي ثقة فيك وحاسسك بالأمان أو ممكن تحس بالأمان في وجودي أنا ما حزيك بأي نوع من الأزع كلامات دي بس بالكلام يعني الحاجات دي بالكلام لا أبدا دي حاجات بيتي بسلوكيات والتصرفات وطريقة الحياة مع الزمن الزور بيتعلم إنه هل أنا أقدر أفق في هذا الشخص هل أنا أحس بالأمان والإطمئنة في وجودي هذا الشخص وهل أنا أحترم هذا الشخص وهو يبادلني الاحترام دي حاجات بالسلوكيات وده بيجيبنا للحتة بتاعت إنه الناس دايما بتفترض إنه العلاقات بين الناس أو بين البشر هي علاقة حاجة سلبية كده بس غرارنا التخزو آه نحن أصحاب وانتهى قصة دي خلاص قبل عشرين سنة غررنا إنه نحن نبقى أصحاب والقصة بس وكفت كده من الغرار داك علاقتنا أصحاب لا العلاقات دا دارة شغل إنت عشان تستمر العلاقة وتظل تنمو وتظل موجودة تثري حياتك وإنت تستفيد منها وإنت تسعد بها وإنت كده ويكون عندها قيمة عندك لازم تشتغل فيها والشغل دا ما من طرف واحد طرفين الاثنين لازم يشتغلوا في هذه العلاقة عشان تستمر على غصحية وتستمر موجودة ومهمة بالنسبة لنا والشغل أو الوسائل اللي أنت بتستخدمها في إثراء وتنمية هذه العلاقة هي اللي بتوري هل الثلاثة حاجات دي موجودة وهي اللي بتعزز وجود هذه الثلاثة أشياء الثقة والاحترام والأمان طيب شنو الوسائل اللي بتخلي إن العلاقة تقوى وتنضج وتنمو وكل مرة تبقى أجمل وأسعد وتديني يعني رضعاً حياتي وتديني كده تديني السعادة لأنا برجوها من هذه العلاقة أول حاجة التواصل بين أطراف العلاقة كوميونيكيشن لازم الناس يتكلم مع بعض لازم الناس توري يا حاسب شنو إيه الحاجة اللي بتضايقة إيه الحاجة اللي ما بتضايقة إيه اللي حاصل عليهم كوميونيكيشن ده من أهم الوسائل والأدوات لتنمية العلاقات بين البشر إذا كله زول ساكت وكاتم في قلبه في النهاية بيتصل حاجة اسمها ريزنتمنت إذا الناس ما بتتكلم مع بعض وهي الناس بتشوفوا الغلط طبعا يعني الحاجة الغلط والحاجة الما مقبولة تكون موجودة لكن انت بيتمسك وبتمسك 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 لحد ما تجي لحظة ويتغير إحساسك تجاه الآخر وتصل لمرحلة اسمها ريزنتمنت ريزنتمنت دي بالعربي كده ضغينة ولا حاجة يعني حاجة كده بس زول ده بيبتدي يبقى لك حامض كده ما مقبول دي مرحلة سيئة العلماء دائما بيقولوا انه الناس لما تبتدي يكون عندها كونتمت ورزنتمنت للطرف الآخر دي بداية النهاية للعلاقة عشان الناس ما تزر المرحلة دي لازم يتكلموا مع بعض لازم لازم يتكلموا مع بعض والكلام مع بعض ده أجين بنرجع للثلاثة أساسيات أنا لازم أحس بكمية من الأمان تسمح لي بإنه أعطر عن الحاصل حاصل اللي وعن يعني ما ممكن يكون في أمان في العلاقة أو لا يوجد أمان في إنه أنا أتكلم يعني أعبر عن نفس يعني ما سكنه ما أتكلم مثلا راجلي يجي كورك فيني مثلا أو يشتمني ولا إنتي وما عندي لك وقت ولا إنتي وما حصدك وما أعرفش راح أتكلم دمع؟ ما في أمان هنا ما في أمان فإبقى الناس تفهم الأساس شنو داع العلاقة والطرق اللي بتخليني أناميها أنا ما حق أتواصل معاك وأتكلم معاك إلا إذا أنت أديتني أمان وثقة وإحترام التلاثة دين لو ما في ما في حاجة أنا ما حقدر استعمل هذا الأسلوب اللي هو بيوصل دائما خلوا عندك تم تواصل مع الطرف الآخر وخلي تواصل دمع هيحصل لو الأساس ما في لو الأساس ما في ما هيحصل تواصل فكل من هذه الأدوات اللي هي مثلا التواصل الناس يتكلم مع بعض أو تعبر عما يجول بداخل بطريقة بين الطرف يعني الناس بتختلف طبعا في ناس من غير كلام ممكن يعبروا يعني ولكن التعبير دا لازم يكون متاح لأنه أنا حاسة بالأمان إنه أنا عندي أمان كافي خليني يسمح لأنه أنا أتكلم يعني مثلا واحدة من الحاجات برضو اللي بتقول علاقات بين الناس والكلام دا في كل العلاقات بالمناسبة صداقة علاقة الأب والأم بأبناء علاقة العمل وأكل في حاجة اسمها ال accessibility accessibility دي يعني شنو يعني أنت تكون متاح متواجد لما الناس دي حاجة لك تلقاك دي برضو من الأدوات المهمة جدا لتقوية العلاقات أني شفت الإتاحة دي دي حاجة مهمة جدا أنك تكون متاح ومتواجد والناس لما يحتاج لك تلقوك ثاني حاجة وفي قاعدة مهمة جدا يا جماعة دائماً الناس تخلي تخلي توقعات من الآخرين منطقية أكثر الأسباب اللي بتخلي الناس يدخلوا في conflict وصراعات مع الآخرين أنه أنت متوقع حاجة ما منطقية من الآخر يعني مثلا أبه وولده الولد واضح جدا مثلا أنه في المدرسة عنده مشكلة في المدرسة ما شاطر لكن رياضيا مثلا ممتاز بلعب سلة كويس وجسمه كويس جدا بتاعه هنا وهو رغبة أنه يبقى لعب سلة مثلا إيجي الأب يتوقع أو التوقع بتاع الأب هنا الصراع بجوين أنه توقع الأب أنه أنا ما دائرك تبقى لعب سلة أنا دائرك تبقى دكتور أو مهندس أو بتاع كمبيوتر مهم حاجة كده عنده علاقة بالعلم والتعلم والجراية والكلام ده وهو الولد واضح أنه ما عنده قدرة دي هنا يبقى الصراع توقعك ما في محله ما هو وقعه هيبقى الحاجات دي كيف وهو عنده مشاكل في الفهم وفي الجراية وما عنده رغبة في الجراية وما عنده حاجات دي نحكي عنده رغبة في حاجة تانية ممكن تكون طريقة أخرى للنجاح في الحياة الطريقة هو بحبه فإبقى الناس يكون عندها توقعات أو يعني توقعات من الآخرين متناسبة مع قدراتهم متناسبة مع الواقع بحبه وحاجة بيعملوها الآباء والأمها لأبناء وبناتهم إنه يغار من بالآخرين بأبناء الآخرين شوف داك بيجا دكتور ياخي داك بيجا دكتور لأنه قدراته مختلفة عن ولدك أوك وبالمناسبة الولد اللي بحب السلة دا وعنده تركيبة جسمانية اللي بتأهله إنه يبقى لعب سلة وكويس ممكن يفوت الدكتور داك عشارات مرات في النجاح وفي الشهرة وفي الجروش وفي أدي فرصة إنه يمشي في السكة اللي هو اختار مش السكة اللي أنت عاوزة واللي أنت متوقعة من الحاجات اللي برضو شائعة في في المجتمع يعني إنه تلقى الراجل بيقارن بين زوجته وزوجات أخريات مثلا يعزمه أزومة ويمشي يلقى الأكل سميح جميل والبريزنتيشن كيف والبتاع والهناي لنمرة الراجل الثاني دا عندها الفنيات يعني بتعرف تطبخ بتعرف تنظم الصفر بتعرف تعمل شنون بتعرف تعمل الحياة دي إجي راجع من هناك مشهور وينفجر في مرته أنت أصلك ما بتعمل لينا وانت أصلك يا أخي أنا من نوع ما بتعرف الحاجات دي مثلا لكن أنا عمل لك ستين ألف حاجة تانية في حياتك لإثراء وليتقديمك لك الدام وتوريت وتعمل لك الحاجات اللي مرت تانية القادة متفرغة للمطبخ دي ما بتعمل فيبقى الناس تكون منطقية في توقعاتها لأنه أنت ذاتك أنت دال بتنتقد وبتحكم على الآخرين وقاعد زعلان وهايج فيهم دين أنت صفاتك شنو أنت ما عندك مشاكل يعني ما في نواقص فيك يعني عشان الناس يقعدوا يخطوك في المرصة كده وينتقدوا فيك فيك مشاكل بل يعم مشاكل كل الناس دي مليانا مشاكل فالتفكير الناضج هو أنه يكون واقع ويزبط توقعاته من الآخرين على حسب ما عرفت بهم وعلى حسب قدراتهم دي حاجة مهمة جدا دي من القواعد الزهبية في العلاقات أنت عشان ما تكون طوالة في حالة صراع ومشاكل نقص توقعاتك من آخرين وأزبط على حسب قدراته من الحاجات المهمة جدا أدوات المهمة جدا لتنمية العلاقات أنه أنت تشارك في المسؤوليات أنا أوريكم حاجة شخصية بالنسبة لي أنا ما بحب أشارك معلومات الشخصية ولا حياة الشخصية ولكن دي أنا دار أقول أنا على قطبي أبوي الله يدي والعافية الصحة علاغة قوية جدا أنا البيت الكبيرة في البيت جوب عدي أولاد يعني كنت البيت الوحيد لفترة طويلة فعلى خطبي أبوي قوية جدا وأبوي ده من الآباء اللي نادرين بالمناسبة ومش لأنه أبوي لأنه أنا شفت حولي شفت الحاصل شنو عارف شكل الآباء السودانيين شنو أبوي كان مختلف الحاجة الآن أصلاً ما بنساه ليه إنه أبوي ده الدور بتاعه في تربيتنا كان دور hands on يشارك في عملية التربية مشاركة فعلية أبوي ده كان بيقرينا بيقعد يتونس معانا يحكي لينا يعلمنا يلعب معانا يلعب معانا عديل يلعب كشتين نلعب ما بعرف شنو نريد نعمل ما بعرف إيش يحضر معانا الأفلام السيلي أفلام نحن بذكر الكلام نعم معانا طفلة صغيرة يعني أيام أول أيام طلع فيها الفيديوهات بتاعت الأشرط البيدخروها في الهناي دي لانس البيت شايس والحاجات دي يقعد يحضر معانا أفلام الكرتون توما نقرى المجلات نقرى معاه موجود معانا the whole day أبويدا هو بروفيسور نظر مثقف جدا متعلم جدا بروفيسور زراعي شغال طبعا الأبحاث الزراعية ف جاتوا فرص كثيرة جدا إنه يطلع يقترب يشتغل شغل في جامعاتنا في الخريج ولا في كده وجاتوا كبيرة جدا زملاء عملوها كثير من زملاء عملوها وعايشين دلوقت بيوت أبوي رفض والسبب الرفض هو إنه ما عاوز يخلي أولاده وما عاوز يغير حياة أولاده بسبب روش عاوز يكون موجود مع أولاده أنا كبنت الحاجة دي بالنسبة لي مش مغدراها يعني أنا أبوي دا لو قلي خش نار لأنه فعلا الأبوة بتاعته نحن حسيناها ما كان شبح كده موجود في حياتنا لا أنا عندي زكريات بالكوم مع أبوي دا ليه لأنه كان بيلمل أي حاجة وبيلمل معنا أي حاجة والحاجات اللي تعلمناها من وجود ومعنا ما بتتنسي ما ممكن ننزول إنسا وده بيقوي علاق دي العلاقات بقى عشان كده نحن دي الوقت كلنا نحن ما شاء الله ستة بيتين واربع أولاد العلاقة بتاعتنا كلنا مع أبوي علاقة عجيبة مختلفة أنا طبعا دا ما اتحاف لدور مية لكن الأم في سودان هنا دايما هي موجودة الأم دي موجودة دايما مع أولاده وعلاقاته موجودة ووجودة محسوس لكن الوجودة الغير محسوس هو وجود الأب فلما يكون الأب بيشتغل شغل سيد ويستمتع بإنه وسط أولاده وعاوز يقريهم عاوز يعلمهم ويعني أنا أتذكر المرات الكثيرة لما أكون أطلع من الامتحان أول زول أشوفه أبوي واقف منتظرني عشان يسألني قولي عملت شنو وهل الحياة القريناها وراجعناها مبارح جات الليلة في الامتحان دي العلاقة البيننا وتحمل مسؤولية ده بيزيد ويعزز من علاقات دي أهم أداة لتعزيز أي علاقة بينك وبين أي أفراد أبنائك زوجتك أصدقائك أهلك كله تشتغل على هذه العلاقة عشان تقوية آخر حاجة عاوز أقول أدوات تعزيز العلاقات هي معرفة الحدود باوندرز دائما أن الناس بيزيد في العلاقات زي العرس والحياة دي الرجال بيفترضوا إنه ما في حدود خلاص دي حق دي مرتي أعمال الدائر لا غلطان في حدود انتو شخصيات مختلفة كلا له كيان وبالذات في علاقة الزواج عندكم تكافؤ في هذه المؤسسة هناك تكافؤ بينك وبين زوجتك وانت بينك وبين زوجك أنا عاوز النساء يعرفوا حكاية دي وعاوز الرجال يعرفوا حكاية دي العلاقة دي ما علاقة بتاعت واحد فوقت تاني أول ما تكون واحد فوقت تاني طوال نحن نفقد واحدة من الثلاثة أساسيات الأمان والاحترام والثقة اتنين أو واحد منهم حيتفقد نتيجة هذه العلاقة كده يا إيما أنا ما حاسب أمان معك أو أنت ما تحترمني أول بك يعني فإبقى دايما نرجع نتذكر التلاثة أساسيات دي احترام ثقة وأمان ويجزو من الاحترام إنك تحترم الحدود بتاعة الآخرين والحدود دي نحن حنتكلم عنها في حلقة براه باوندرز دي حلقة براه لكن احترام الحدود هو جزو من الاحترام وجزو من الأمان وجزو من الثقة أنا عارفة أنك محترم وبتحترمني وأنا واثقة فيك لأنه أنت كده ولأنك طوالي كده وأحس بالأمان في وجودك لأنه أنت عندك هذه المعرفة أو هذا النوع من النظرة للعلاقات مع الآخرين والحدود دي ما أوامر بالمناسبة حدود دي رغبات و رغبات حد الأطراف يعني مثلا زوجتك إذا قالت إذا قلنا أن زوجي عندها حدود يجب أن تحترم فهي دي الحاجات اللي بتخليها تحس بالأمان تحس بإنها محترمة تحس بإنه هي مهروضة ثق فيك أو في ثقة متبادلة بينكم دي الحدود بتاعتها يعني لما الواحدة تقول لي واحد بالليل هو دائر نوم معاها مثلا تقول لي والله يا خنا تعبانا عليك مفروض تحترم القصة دي ما مفروض تكون مدعالي شكلا ولا مدعالي إنه يجبر على حاجة مدعالها ولا حاجة من النوع ده دي الحدود اللي أنا بتكلم عنها طيب يا جماعة القصة بتاعت العلاقات وأنواع شنو ها وكده والأساسيات بتاعتها شنو وطرق تعزيزها شنو دي حتكون يعني حلقات متتالية في هذا الأمر كل واحد من الحياة اللي أنا تكلمت عنها دي ممكن يعمل له حلقات براه يعني في جزء بسيط كده أنا عاوز أعرفه للناس قبل ما نمشي أو أنهي الحلقة دي يعني اللي هو حكاية الروابط بين البشر مش العلاقات أنا بقصد في الحاجة شنو بتخلي الناس في بينهم ترابط أتاتشمنت لما الطفل تولد في ترابط عاطفي بيحصل بين الأم والأب تجاه هذا الطفل دي بنسميه بوند أو بوندين هذا الترابط العاطفي بيحصل نتيجة حاجات كثيرة نتيجة هرمونات نتيجة تفاعلات الجهاز العصبي ونتيجة كده بتكون عاطفة قوية جدا من الوالدين تجاه هذا المولود ودي حاجة ضرورية ضرورية للبقاء والاستمرار لأنه حكاية موجودة حتى في بقية الثديات نفعة من در طبط بيع يعني يعني أنه نحن جوزوا منها الثديات كلها عندها الحكاية الرابطة وده ضروري عشان هذه الأم بزعة الأم يعني تقدر تعتني بهذا الطفل اللي هو في حالة من الضعف والوهن وبيحتاج بهذا النوع من العناية عشان يقدر يستمر حي تدافع عنه تأكله تشربه تنظفه لأنه كده الحاجات دي اللي هي مهمة لبقاء واستمرار حياة هذا المولود بتجي نتيجة هذا البند أو التواصل العاطفي اللي بيحصل بصورة فطرية وبتساعد على تكون حاجات كثيرة يعني هي علاقة أو هو إحساس من الوالد أو الوالدة تجاه المولود ولكن نحن طريقة تعاملنا مع هذا المولود طريقة تربيتنا ليه والتجارب اللي بيمر بيها ومعنا ومع اللي حوله بتكون حاجة اسمها التعلق attachment التعلق اللي هو العلاقة من هذا المولود أو هذا الطفل تجاه الآخرين شفت البوندين من الوالدين تجاه مولوده التعلق هو حاجة نحن بنصنعه في نفسية هذا الطفل وهي دي الطريقة اللي بيعمل بيها الترابط مع الآخرين attachment إذا هذا الطفل اللي لقى الأساسيات بتاعته اللي هي بيطلبها أو موجودة يعني الأساسيات النفسية وتاني نرجع للأمان أوكي والسلامة طبعا والثقة يثواثق إنه حاجات طلباته هت يعني يستجاب لها أنا داي راكم لا ويقوم يدوا أكل أنا والله واسخة عن نظفوه أنا بعرف دايش رمي دي الهناية دي بتخليك ثقة بتخليك أمان داخل الطفل إنه دايما في شخص مهتم بإحتياجاته وطبعا ما بنضربه ما بنشتمه ما بنقول له إنت ما عنده قيمة أو الله يقطعك ويقطع اليوم الجابك وإنت أصلا غير المشاكل ما بيجيب لنا حاجة دي ما في مفروض تكون عشان هو يحس بالثقة في إنه إنت زول دائره وإنت بتحبه وإنه إنت أو وجوده في الحياة دي مهم ويتكتور عنده ثقة في النفس ويكون عنده احترام لذاته لأنه دي الحاجات اللي نحن بنعمل لأطفالنا دار تديه احترام للذات دار تديه ثقة ودار تديه أمان ودار تديه نوع من التعلق بالعالم الحول بيك أنت وبالعلاقات الأخرى اللي هو بيسموه attachment secured attachment اللي هو التعلق الآمن لازم تبعد عن التجارب السلبية والاضطهاد والعنف معاه وتتوريه إنه إنت موجود في حياته وإنه حياته في أمان وإنه متطلباته حتى يتم تنفيذة وإنه كده ده ببساطة التربية ممتازة تكون دي الاستراتيجية بتاعتها دي الفهم بتاعها فيبقى إنت كوالد أو كوالدة بتكونه في نفسية هذا الطفل هو بعدين علاقاته هيكون شكلها شنو مع الآخر كلام ده ذكروا لأنه النوع ده من التعلق حيستمر مدى الحياة إذا الطفل ما حاسب الأمان وحاسب إنه الناس بيقرهوه وحاسب إنه كده يدخل في حاجة اسمها Unsecured Attachment اللي هو التعلق الغير صحي أو الغير آمن كن مقل كده طوار وعنده شك في النواع الآخر انتجاه وإنه ما بعرف شنو أو يبعد عن أنه يكون عنده علاقات بالآخر أو يعني ده هير حاجات المضطربة اللي احنا بنشوف هذه فبرضو معرفتك بي الشخص الآخر ده نوع attachment بتاعه شنو ده مهمة في تكوين العلاقات طيب شكرا لكم أنا كثرت الكرام مع ليش مهم بالنسبة لنا كلنا وإنه كل يوم بنتعلم يعني الناس كلها تتعلم تعمل علاقات شكلها شنو تصلح شنو في حياتها عشان تقدر تستمر بصورة صحية في مجتمعات شكرا لكم شكرا جزيلا